المشهد التشريع على مستوى البرلمات أصبح أفضل أم أسوأ بعد غيادة تيار الصدري بالنسبة لك السنة؟ أين؟ لا أسوأ كثير؟ أسوأ ليس صار أسوأ؟ يعني إذا تقولي على المستوى السياسي فتيار الصدري كان حقيقة دائما يكون منصف لمحافظاتنا ولوجودنا ومواقعنا في العمل السياسي ويكون داعم لنهضة هذه المحافظات حقيقة تكون صادق اثنين بالنسبة للعمل الخدمي أو تشريعي تشريعي كانت التيار لديه لوبي باغط في حالة وجود قوانين أو إصدار قوانين مؤثرة جدا بالبلد لحد الآن نعتقد البرلمان لم يحقق شيء من القوانين اللي يتمنىها المواطن خصوصا بهذه الدورة أما بالنسبة لأنك وضعنا السياسي السني في اليوم الوضعنا السياسي هو في أضعف مراحلة ليش تزمت وتشتت والعمل البعض على البعض الآخر يعني ما عدنا لا منهاج لا برنامج لا وضوح يعني على سبيل المثال وانا كنت أتمنى ما أقولها في يومنا اليوم لكن راح أتكلم بخطوطها العريضة انا قبل فترة تسبوعين من شفت الوضع المحافظات العراق بالأموم والمحافظات السنية وضعها ودرسة كل واقع كل محافظة أرسلت رسالة إلى أحد الزعماء السياسيين اللي موجودة حاليا في الدفة الأولى وبالخط الأول في قيادة المكونة السنية درسلت رسالة طويلة تشرح له أنه وضع المحافظات وأنه الحصص توزعت والثمار اختطفت فأنا الأوان أنه نجلس حتى نعرف محافظاتنا شي تريد وشي نقدم لها ودرسلتها على تليفونات أثنين وعلى تليفونات أثنين وعلى تليفونات مدير مكتبة وما جاوبنا أبد أسمو لي جاوبني قلت لبس إدعي لا تدعيني لي بس الآخرين قعدوا على طاولة وحدة وتناقشوا على وضع السني فالوضع السني هش جدا جدا معلأسف لذلك راحت المحافظات باتجاه كل من يعمل بمحافظته